اهلا بك اصدقاء اليوتيوب طبعا النهاردة مازلنا في البير ماركت ولسه الاسعار مش عايزة تتعافى ولكن في بعض العملات ابتدت تطلع صعود خفيف ولكن كلنا عارفين ان في البير ماركت الاسعار بتنزل اكتر ما بتطلع في اخبار الناس عمالة تتكلم على هبوط قوي منتظر وفي ناس بيقولك الصعود هيكون قريبا ولكن طبعا بالتدريج مش مرة واحدة قبل ما هنتكلم على عايزة اقول لكم موضوع اللي هنتكلم فيها النهاردة عن العملات الرقمية وحل مشاكل البنك والتحولات البنكية والاداع والسحب وعن الخوف والجشع بس قبل ما نبتدي هفكركم دعمكم من القناة بعمل لايك وشيري فيديو واشتراك في قناة لحبيته وتربع الناس هندول واسط تحت الفيديو فيه لينكات كل المنصات للتداول عملات الرقمية تسجيلة ممكن تسجيلوا فيها تسجيل مجانا واللي انا بستخدمها منصات اللي انا بستخدمها واثق فيها وفيه بالنسبة لبنك الكتروني اللي هيساعدنا في شرح النهاردة انا هتكلم عليه فده هيحمي حساباتك اللي موجودة في العملات الرقمية بالنسبة ان انت فيه ناس مش عايزة تعرف المنصات الفيزا كارد بتاحهم الماستر كارد بتاحهم مش عايزة توريلي المنصة وفيه ناس مش عايزة تتعرفهم الحسابات البنكية ما بتصقش فيهم وفيه ناس الدول بتاعتها ما بتسمحش ان انت تعمل سحبه ايدعم المنصات كل الكلام ده هنتكلم عليه في الفيديو ده بس قبل ما نبتدي هنتكلم على الخوف والجشع طبعا الخوف النهاردة يعني 11 وكان مبارح 17 يعني الخوف بيزيد وربنا يصر على الفترة اللي جاية دي فيه ناس كتير جدا بتتكلم ان فيه اخبار او يعني الاسعار احتمال يحصل فيها هبوط فجأة بس طبعا كل الكلام ده كل بير ماركت دايما بنسمع الاخبار دي قابلي وبعدين بيحصل ممكن بيحصل وممكن ما يحصلش فخلي بالك يا جماعة عشان ما نتمشوش ورا الاشاعات وفي نفس الوقت لو حصل هبوط تكون مستعد له ولو حصل صعود تكون مستعد كمان لي تمام ركزوا كده في الفيديو عشان هتكلم في موضوع مهم بالنسبة لقيت حل مشكلة ان انت مش عايز تعرف في المنصات حسابك البنكي او الفيزا كارد والمستر كارد وفي نفس الوقت مش عايز فيه الدولة اللي انت عايش فيها ما بتسمحش ان انت تتداول في العملات الرقمية فالحل الوحيد فيه البنكي ده انا جربته وجربته عشانكو على فكرة البنكي ده جربته فعلا عشانكو يعني نزلت فيه سجلت فيه وصقت حسابي علشان اعرف اشرح لكم عشان قصد فيه قبل ما اقوله لكم قبل ما اعرضه عليكم وحولت حتى ليه خمسين دولار وبعدين كده استخدمه ان انا حولت فلوس جربت حولت تمانية واربعين دولار من لنا حولتهم خمسين ولكن خدت منهم تمانية واربعين وحولتهم الى منصة كيو كوين فالبنك ده البنك الكتروني اعتقد ان ده بنك روسي اعتقد لان فيه مستغرب ان هو دايما لما بشيره بقليب الروسي يظهر معرفش المهم يعني عملت حولها زي ما انت شايفين خمسين عملت ايضاع بخمسين دولار وحولت منهم تمانية واربعين دولار لمنصة كيو كوين تمام البنك ده مفيد جدا يا جماعة هيفتكوا في حاجات كتير جدا على فترة البنك ده ما بيدينيش فلوس يعني مش عبي عمله اعلان ولا حاجة انا بستخدمه وعشان احل المشكلة لناس كتير ان هي فعلا بتنصب عليها في النت بقى خش على الفيسبوك بلاقي ناس بيطلبوا ان هما يشتروا يوز دي تي بقى اعلى من قيمته عشان مش عارفين يشتروا يوز دي تي ومش عارفين يعملوا ايه في الموضوع ايداع الفلوس في مش عارفين يعودعوا فلوس في المنصات فبيشتروا بالغالي وفيه ناس بتنصب عليهم المهم يعني البنك ده عموما هيحللكوا كل المشاكل دي كلها البنك الالكتروني ده الادفيكاش موجود اللينك التاع اللي حابب بيسجل فيه موجود في سندول وصف برضو لو تدوس عليه حيدخلك على الموقع وتسجل فيه مش هانا يعني انت لما بتسجل في الحاجات دي جماعة في المنصات والحاجات دي بيبقى ليا نسبة من المعمولة بتاعتهم مش منك انت فانت مش هتخسر حاجة تمام المهم البنك ده فيه تحولات بنكية انت ممكن تعمل فيها ارباح ازاي لو انت عندك دولار وعارف ان اليورو حيطلع ممكن تحوله اليورو قبل ما اليورو يطلع لو انت عندك اشعاعات او اخبار ان اليورو حيطلع ممكن عندك دولار تحوله اليورو هو هنا بتحول بين 3 عملات دولار ويورو وروبل فيه ناس حققت ارباح بسبب الروبل انتوا عارفين الروبل كان الدولار عمل كام كان عمل 140 يورو روبل وبعليه نزل دلوقتي حواصل حاجة حاجة تمانية وتسعة وخمسين تقريباً أو ستين روبل يعني شوف قد إيه الروبل ارتفع ففي ناس حققت أرباح الضعف تقريباً أكتر من الضعف بسبب الموقع ده كانوا بيعملوا تحولات بنكية يعني كانوا عملوا إداع بالدولار وحولوا الروبل وبعدين بيعوا الروبل فهميني القصود إيه يعني في ناس فعلاً حققت أرباح كبيرة جداً من التحولات دي فانت ممكن تعمل نفس الكلام ده على الموقع ده تمام تحويلات لما تعرف العملة هتنزل أو تطلع سند فاند يعني أنت عندك مثلاً أنت مقيم في الأمريكا أو مقيم في السعودية بتبعت لولدك في أمريكا أو والدتك في أمريكا أو والدتك في مصر عايز تبعت لهم فلوس فبعدين بتبعتها عن طريق هم ما عندهمش مثلاً شارف طبعاً ما أكيد عندهم ممكن حسابات في البنك أو ممكن تحوال ممكن تبع على أساس أن أنت عايز تبعت لهم بسرعة توصل في دقائق أنت ممكن تبعت لهم الفلوس على حسابهم في الأدفيكاش لو هو عنده حساب برضو في الأدفيكاش تقريباً بدون عمولة الاتنين بس هو عشان يسحب أو يودع في المنصة هنا أو في البنك ده بياخدوا تقريباً حوالي 3.5% ده العمولة الكبيرة بتاعتهم ولكن بين الناس المشتركين أو مسجلين في نفس الأدفيكاش ما بياخدش بينهم عمولة تمام؟ ده بالنسبة لسند فاند في هنا بيع وشراء عملات رقمية تمام؟ بس كمية معينة ولكن عشان تربط يعني الموقع ده فيه ربط ممكن تربطه تربط الحساب ده الأدفيكاش تربطه باينانس وكيو كوين منصة باينانس وكيو كوين لو ربطهم هتعرف تعمل إداع وسحب للدولار واليورو واليوز دي تي يعني الموضوع هيبقى عندك بسيط جدا لا هتقول لك بنك يعمل لك حظر ولا بنك لأن أدفيكاش معتمد تقريبا في كل دول العالم وبقى له سنين شغال فهو معتمد في كل دول العالم وشغال وما فيش مشاكل خالص منه تمام؟ شوف هنا عند باي كريبتو لو دست عليها باي كريبتو شايف هنا كتب لك إيه؟ لينك باينانس أكاونت لو دست على لينك باينانس أكاونت هيفتح لك ويندوز غير يقول لك اكتب الإيميل اللي انت مسجل باينانس عليه يعني انت عندك باينانس حساب على باينانس عندك إيميل مسجل عليه مسجل باينانس بإيميل معين الإيميل المسجل عليه باينانس ده اللي عندك حساب فيه على باينانس بتكتبه وبتربط بيقول لك بقى الخطوات التابعة الخطوات في المنطقة البساطة وتبقى ربط المنصة دي بباينانس ساعتها بقى هقولك تعمل ايه في باينانس اشتعمل تحويل الفلوس من ادفيكاش لباينانس ومن باينانس الادفيكاش وبعد كده تحول فلوس من الادفيكاش على الفيزا كارد يعني انا مثلا امبارح امبارح عملت تحويلة من من الفيزا كارد عندي شبه انا عملت تحويل من الفيزا كارد نزل الماستر كارد خمسين دولار نزلته معاه لحسابي هنا عملت عملت اداع من الماستر كارد بس اما حاجة لازم تكون موسق حسابك هنا هيتطلبوا منك صورة الكارد اللي هو الماستر كارد او الفيزا كارد هيتطلبوا منك صورة الباسبور وبعد البيانات عنك وخلاص يعني توسيك منتقى البساطة اسهل حتى من المنصات مش عنوان بقى وحاجات زي كده الماستر كارد عملت تحويل بعد ما وصقته هنا على الاتفيكاش حولت خمسين دولار وجربت عشانكم عشان امطام من قبل ما اعملوكم اعلان عن او اوريكم ازاي التحويل من الربط اتفيكاش على الكيو كوين او باينانس حولت من الخمسين اللي حولتوا اعملت لهم اداع في الاتفيكاش حولتها تمانية واربعين الى كيو كوين بمنتهى البساطة انت عشان هنا زي ما بقولكم لما تكون باي كريبتو لو دست هنا على باي كريبتو عايز تعمل تربط حسابك بباي نانس لها بتدوس وتدخل ايميل البيانس هنا بتتتبع بقى تخش على دخلك على باي نانس من خلال ادفيكاش خلاص رابطت انت المنصة بادفيكاش بباي نانس انت عندك مثلا انت هنا الحساب بتاعك لما تخش على الوالت بتاعك الفيت انتسبوت بتخش على الوالت او المحفظة بتاعتك في باي نانس انت عايز تعمل ديبوزيت بتدوس هنا على ديبوزيت ايه داعة ايه بتدوس عليها بتفتح لك ايه هنا ديبوزيت هنا بتخش بيفتح لك دي انت ما بتشوف عملة اليورو او الدولار ايه ان كان انت حتحول شوف انت حيحول هنا العملة ايه انا عندي بيظهر عندي يورو ما بيظهرش عندي دولار انت عايش في دولة يظهر عندك دولار او عملة بعملة تانية عملة دولتك مثلا. فانت عندك هنا هو ممكن تحول دولار او يورو لباينانس. طب هنا موجود هنا بيقولك بانك ترانسفير او الفيزا كارد. انت لو تقدر عايز توري باينانس حسابك البانكي او توريهم الفيزا كارد بتاعتك متضمن لباينانس استخدم الطريقة دي ارخص. مباشرة من الفيزا كارد او المستقرد لباينانس هتكون ارخص. لكن لو عندك حزرة او مش عايز توريهم الفيزا كارد بتاعك بتختار دي طرق تانية. لو دست على دي دي هايزهر لك هنا هو اللي انت ربطه بمن لما قلت لك اربطه عن طريق اللينك. اللينك ده. لما دخلت على الادفيكاش. اهو اللينك ده. لما عملت دخلت على من خلال الادفيكاش دخلت على باينانس. خلاص. يبقى انت تعمل الفلوس اللي هنا اللي انت عملت اداع من الفيزا كارد او مستقرد على حسابك في ادفيكاش الفلوس بتعمل ايه? اداع على اه لباينانس. بتكتب المبلغ المعين من اليورو او الدولار اللي انت عايز تحولهم من الادفيكاش على البيانانس. بس خلص. السحب بنفس الطريقة. يعني اهو ده. ويسدروا برضو نفس الكلام بنفس الطريقة. بتدوس على ازر بايز هيظهر لك عندك الادفيكاش. بس نفس الكلام. رايح جاي. يبقى انت خلاصت موضوع باينانس. نخلنا على موضوع الكيو كوين. الكيو كوين نفس الكلام. الكيو كوين انت بتخش على المحفاظة عندك شايف الكيو كوين المحفاظة دي? اهي محفاظة. بتنزل على مين اكاونت. على حسابك. حل? وطبعا لازم تكون موصق حسابك. طبعا على الكيو كوين. انت بتكتب هنا عايز تعمل ايه? شايف فيه هنا ديبوزيت او ويسدروا. عايز تعمل ديبوزيت ممكن تدوس على ديبوزيت او ويسدروا. نفس الطريقة ديبوزيت زي ويسدروا بالزاب. يعني السحب والاداعة هم هم واحد. فهنا بص او ازهر لك ادفيكاش. فهم? فانت لما تيجي تعمل الادفيكاش بيقولك ان الماستر كارد او فيه بنوك انا عندي مثلا مقيم في دولة الكيو كوين ما بيقبلش الماستر كارد بتاعي. ليه? لان الدولة دي مش متسجلة لسه في كيو كوين. فمش عارفة سجل الماستر كارد. تمام. فانت تختار الادفيكاش. وعلى فكرة التحويل من الادفيكاش للمنصات بدون عمولة. لكن العمولة بياخدوها الادفيكاش لما انت تعمل اداع في ادفيكاش او تسحب من ادفيكاش. دي المشكلة. لكن بينهم بين المنصات بدون بدون عمول. فانت لو دست هنا على الادفيكاش هيفتح لك بقى ايه? تكتب المبلغ اللي انت عايز تحطه يورو او تغير العمرة. ممكن تغير هنا العملة. وتختار عملة تانية. الجنيه الاسترليني تغير دولار. حيات كتيرة يعني فيه عملات كتير جدا. تمام? اه او يو اس دي تي مسلا. اهو. وتختار ادفيكاش. وتختار المبلغ وكده. وتعمل بيقول لك هتكتب لك يعني تخش على حسابك والادفيكاش من خلال كيو كوين. هتبص تلاقي نفسك المبلغ اللي انت طلبته عملت عملت اداع في كيو كوين. عايز تسحب من كيو كوين بنفس الطريقة. بس هنا شايف بيقول لك ايه? اهم حاجة انت واخد بالك. هنا كريبتو. لازم تدوس على فيت اللي هي العملات. اللي هي الفلوس النقدية مش العملات الرقمية. اهو ظهر لك ادفيكاش. او انا عندي مربوط لان عملت عملية مبارح. اولت تمانية واربعين على كيو كوين. مربوط الادفيكاش على الكيو كوين. بس بكتب المبلغ اللي انا اسحبه. الدولار اللي موجود هنا. بعت مثلا يوز تي. بعت ريبل اكس ار بي. بيتكوين. بعت وحولت الدولار. فانا حملت دم حولت الدولار. عايز احاول الدولار ده لادفيكاش. ما انا خلاص بقى عندي دولار. عن طريق الادفيكاش او موجود. بكتب المبلغ. وبكتب كل حاجة التفاصيل بالتفاصيل. وخلاص خلصت. يعني خلاص الموضوع في منطقة البساطة. وما فوش اي مشكلة. وبسيط جدا. وانت حلت مشكلة السحب والاداع. وان الناس تنصب عليك عشان تشتري يوز دي مش بسعره. فخلي بالكم. الكلام ده انا بقول لكم يعني نصيحة. كل حاجة اتعلمها بنفسك تكون افضل. ده بالنسبة للسحب والاداع في الدولار العربية. هتكلفك زيادة شوية. ولكن تكون في الامان. ما تنصبش عليك وما تغامرش بفلوسك. تمام. انا كده خلصت تقريبا الفيديو. بس اقول لكم خلي بالكم دايما على فلوسك يا جماعة. وان شاء الله خير. فيه ناس بتتكلم على فيه هبوط قوي جاي. ولكن لازم تكون مستعدله. لازم تكون مستعد له هبوط. ممكن تعزز محفاستك. وممكن تستعد للصعود لانه ممكن تحقق ارباح. فخلي بالك دايما يبقى عندنا فيه عملة. فيه كمية من المبلغ اللي عندك من اي عملة موجود ثابت على المدى البعيد. وجزء صغير بتتداول فيه. ده اللي ممكن تحقق منه ارباح حاليا. ولو فيه اخبار جديدة هقول لكم عليها. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. سلام يا جماعة.